تفقد سعادة المهندس حمد جمع الشامسي رئيس دائرة التخطيط والمساحة على مدار الأيام الماضية بحضور مديري الفروع والإدارات المعنية تفقد المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي الأخير في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وخلال الجولة وجه رئيس دائرة التخطيط والمساحة باستمرارية توفير كافة أوجه الدعم لفرق العمل الميدانية ومواصلة التنسيق على مدار الساعة مع مسؤولية الجهات الحكومية لحين استكمال كافة عمليات تأهيل البنية التحتية وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة